منذ خمسة شهور وأهالي حيواد استيح في بيت ساقور يعانون من انقطاع في المياه ممن عكس ذلك على حياة المواطنين بشكل سلبي وأثقل جيوبهم لحاجتهم لشراء خزانة المياه بسعر مضاعف المشكلة جوهرية جدا في الشمي شهر عن شهر كانت تخف المية بشكل كبير دورة نوخذ دورة ما نوخذش إذا خذنا خذنا كمية صغيرة شهر عن شهر لست تفاق المشكلة يعني إذا كنا نوخذ ثلاث متر والأربعة متر اليوم نوخذ مترين ومتر كافيك إنه مثل هيك تنك أربعة متر أربعة متر عندي سهانة في إحدى فطير أربعة متر بيطلع عندي الفطورة ثلاث ثلاثين شكل أنا ما أشتري هذا التنك من أي موزع من أي صاحب تنك هذا الحجم هذا بكلفني 120 شكل 120 شكل طبعا هذا بكفني لدى شهر كامل وعود من سلطة المياه بمعالجة المشكلة في شارع اسطيح بعد تقرير نشرته القدس دوت كوم سابقا وبعد قيام أهل الحي بفك عدادات المياه كخطوة احتجاجية على إهمال سلطة المياه لمشكلتهم وعدم تجاوبها معهم دائرة المياه مبارح أجي عندي المدير الدائرة وأحد المهندسين والمدير العلاقة العامة اتفقدوا الوضع سووا جولة في الشارع السامة ولبعض السكان ونتأمر خير المدير يعني كلامه للمهندس أنه تابع الخط تفقد إذا فيه تغيير غير إذا بلزم تغيير غير ونحن متأملين أنه يكون عند كلامه وينفذ الوعد فيه إلى أهل الحارة إن أزمة المياه في محافظة بيت لحم تحتاج إلى حلول جدرية وتحركات سريعة تتمثل في إنشاء مضخات جديدة لضخ المياه إلى جميع المناطق إضافة إلى عدالة في التوزيع من مدينة بيت ساحور لتلفزيون القدس ربا عياش